يطمئن سليم حيا على ظروف إقامة هؤلاء السياح فبعد مرور ثلاث سنوات على الاعتداء الإرهابي الذي هز محافظة بنجردان جنوبي تونس يبدو سليم واثقا من أن السياحة تتلمس طريقها إلى التعافي لكن هذا المؤشر الإيجابي لا يبدد مخاوفه من تهديدات أمنية قد تعصف بالقطاع في السنة الحالية التي تشهد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية الحقيقة اللي عاوننا برشا هو رجوع أسواق لبعض المشاكل الأمنية اللي صارت في البلاد رجعت برشا أسواق كما السوق البلجيكية كما السوق البولونية خاطر كنا عنا ما كانش عندهم الحق يسافروا لتونس وبعد ما تنحل المشكلة هذية دونك رجعوا بقوة كبيرة ويساهم قطاع السياحة بنسبة 7% من الناتج الداخلي الخام ربع هذه النسبة تؤمنها جزيرة جرباء وقد بلغ عدد الليالي المقضات نهاية 2018 وبداية 2019 نحو 7 ملايين ليلة بزيادة تقدر بـ 45% مقارنة بموسم 2017 وارتفعت نسبة الحجوزات خلال فبراير الماضي إلى 60% مؤشرة يرها أهل القطاع مشجعة على موسم واعد بشرط استقرار الوضع الأمني في البلاد كل هذه المؤشرات تنبق إن شاء الله إذا موصلنا على نفس الوطيرة تنبق بسنة سياحية ممتازة المصار السياسي أن الراحة لصورة ممكن ترويحها في الخارج ممكن تساهم في تلميع صورة تونس في الخارج على أساس أن تونس بلد آمن وتونس فيه مصار ديمقراطي آمن وسلم هذا الملتقى لوكالات الأسفر وأصحاب النزل يطرح تحديات دعم هذه المؤشرات الإيجابية بهدف بلوغ أو تجاوز عدد 9 ملايين سائح الذي تحقق قبل 9 سنوات ويشغل قطاع السياحة نحو 400 ألف من التونسيين بصفة مباشرة وغير مباشرة السياحة موجودين حتى في الأسواق موجودين لكن يمشون لحوان محلات معينة ناس شارية السوق سياحة فما موجود سياحة كل شيء لما ترى شاية على عينك شفتش سياحة متعدي ولا حاجة فالسوق ما فما ماشي ما يبطل مش كلنا وحسب خبرات تتصدر قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة أولويات شروط المحافظة على مؤشرات الموسم السياحي الحالي بهدف بلوغ 9 ملايين سائح هذا العام تبدو آمال غالبية المنتمين إلى القطاع السياحي كبيرة في موسم واعد وفي استقرار أمني وسياسي يضمن عودة السياحة التونسية إلى سالف إشعاعها جلال موانع الحرة جزيرة جربا جنوبي تونس